اشتركوا في القناة حلوة جدا هعملها معاكو بطريقة جميلة شايفين قوام التومية طحفة مقادير بسيطة يلا بينا نبتدي على طول هنزل بنص كباية من المية على طاسع النار ومع لقتين كبار من نشاة درة تمام بالشكل ده وهبتدي اقلب ودوب النشا في النص كباية من المية بالشكل اللي احنا شايفينه كده على طول هيبتدي النشا يتقل معايا في قلب المية وانا بقلب كده هيبتدي يتقل ويستوي معايا هسوي كويس جدا وما بياخدش معايا دقايق يعني ينفعش هسيبه عمر وامشي وانا بقلب هيبتدي يتقل معايا في ساعتها ما بياخدش وقت خالص زي ما انتو شايفين كده هيبتدي دلوقتي يتقل معايا شايفين ابتده هيعمل تجمعاته هو وفي ثواني بيتجمع ويلم معايا على طول النشا ما بياخدش وقت خالص خدوا بالكم تمام بالشكل ده شوفوا ابتده يبقى زي كريمة كريمي خالص وشفاف خلاص بالشكل ده كده هطف النار واسيبه يبرد معايا ونرجع نكمل وصفتنا اول ما يهدى على طول معايا هنا هاقامله في الخلط ممكن في الهند بلينتر تعمليه هنزل بيه النشا بعد ما بيرد شايفينه قطعة واحدة متماسكة ازاي وحنزل بيه بخصصين من الطوم وحنزل بيه ربع معلقة من الملح وحنزل بيه معلقة عصير اللمون ومعلقة صغيرة من الخل الابيض وحنزل كمان بربع فنجال من اللبن وهغطي وابتدي اضرب الخليط اللي معايا ممكن تعمليه في كبة ممكن تعمليه في الهند بلينتر هنزل بنص كوباية من الزيت وهتضرب انا لو حسيت ان القوام تقيل ممكن ازود معلقة معلقة او معلقة اللبن كمان يسهل معيه لكن ما تزاوديه الزيت هي اكتر من نص كوباية الزيت ما تزاوديش وينضرب لغاية ما ينعم معاك كويس او تقدري تستعملي الكبة او الخلاط او الهند بلينتر اللي موجود عندك استعمليه ويتضربه لغاية ما ينعم كويس جدا شايفين القوام طحفة تعالوا مشوفوا القوام مع بعض واحنا بنفضوه قوام كريمي خفيف ناعم طحفة نكهة التوم انا حتى فصين لو عايزة نكهة اقوى حطي ثلاث فصوص اربعة لحسب ما بتحب نكهة التوم بس اتنين كانوا كويسين جدا لنكهة التوم معايا التومية زي المطاعم بالزبط زي ما بتشتريها مش هتشتريها من بره خلاص التومية جميلة جدا وانما بتشيلها في التلاجة وترجع تستعمليها بيبقى قوامها متمسك كمان شوية عن كده بصوا يا حبيبي قوامها مثالي وجميل جدا بجد حلوة جدا جدا اتمنى النهاردة وصفتنا تكون خفيفة وسهلة وعجبتكم ولو اول مرة بتشوفوا قناتي ما تنسونش بلايك وشيروا سابس كريب وتفعلوا الجرس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة